موسيقى اسمي علي خالد باكير عمري 12 سنة من ريف حمى بحزة فقالتن بزف موسيقى أول أنا ما أخدتها ما قلت بعرف شي أستاذ علمني كل شي هلأ قصر بتعزف أغاني علمني كيف أكماش البزوق وكيف أكماش الريشة وبعزف عليها والنوطات أيها الريو أيها الصول موسيقى 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 وبشكل أساسي عملناه مع الأطفال السوريين يأجوا من سوريا بسبب الحرب اخترنا مجموعة من الأطفال في عندهم موهبة موسيقية الأطفال صاروا بيقدروا بيعرفوا بالحد الأدنى عشر سلالم موسيقية وبالإضافة كمان لأنه مندرسهم شيء له علاقة بتاريخ الموسيقى وشيء له علاقة بنظريات الموسيقى لحتى يكون في عندهم ثقافي عامي أنا حسيت بحساس حلوة كثير لأن الموسيقى هكي بتعبر بالجسم حلوة كثير لهكذا سجلتهم الهدف أنه نعطي الأطفال هاي الفرصة أو هاي التجربة لحتى يتعلموا الموسيقى ويختتموا هذا التمرين بإنه يطلعوا على الستيج على خشبة المسرح يجربوا هاي اللحظات لأنه بتعطيهن إحساس جدي أكتر بالموسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر